موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من مادتنا مادة اللغة العربية اليوم يا رابع سنبدأ بوحدة جديدة بعنوان دروس وعبار وسنبدأ كما تعودنا يا حلوين بنص القراءة بعنوان درس من الطبيعة وسنتعرف عن ماذا يتحدث هذا النص وعلى المعاني الجديدة أيضا هيا يا صغيري تتبع القراءة معي جيدا درس من الطبيعة طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة في إحدى الغابات ذهب الابن الأول في فصل الشتاء والثاني في الربيع والثالث في الصيف وذهب الأخير في الخريف ثم جمع الأب أبنائه أبنائه وطلب إليهم وصف ما شاهدوه قال الأول كانت فروع الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح قال الثاني هذا غير صحيحا لقد كانت الغابة مكسوة باللون الأخضر مع مزيج من ألوان الزهور وهذا أجمل منظر رأيته في حياتي فقال الثالث أنت تبالغ لقد جفت الأعشاب واختفت الأزهار إلا أن الأشجار كانت محملة بالثمار المتنوعة قال الرابع ما الذي تقوله بل كانت الأشجار باهتة اللون وخالية من الثمار وأوراقها الصفراء تغطي أرض الغابة ابتسم الأب وقال يا أبنائي كل منكم رأى الغابة في فصل واحد ولم يرها في سائر الفصول فاختلفت آراءكم ولكي نحكم على الأشياء لا بد من رؤيتها في ظروف متعددة وأحوال متباينة والآن يا رابع سنبدأ بالشرح يا حلوين درس من الطبيعة طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة في إحدى الغابات ذهب الابن الأول في فصل الشتاء والثاني في الربيع والثالث في الصيف وذهب الأخير في الخريف ثم جمع الأب أبنائه وطلب إليهم وصف ما شاهدوه ظهرت هنا يا رابع كلمة حكيم وما المقصود يا حلوين بحكيم أحسنتم الحكيم وصاحب الحكمة يحسن تدبير الأمور صاحب الحكمة تأمل النظر والتفكير العميق إذن يا رابع النص يتضمن حكمة لأحد الآباء يريد أن يطلع أبنائه عليها فهذا الحكيم يا حلوين لديه أربع أبناء فطلب منهم القيام بالتأمل والنظر والتفكير العميق في هذه الطبيعة وفي غابة من الغابات فالأول ذهب إلى هذه الغابة في فصل الشتاء والثاني في الربيع والثالث في الصيف والرابع في الخريف بعد ذلك قام الأب بجمع الأبناء وطلب منهم إخباره بما شاهدوه في هذه الغابة كل حسب الفصل الذي به قام بزيارة هذه الغابة قال الأول كانت فروع الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح هنا جرداء يا رابع تعني خالية من الثمار تعصف تهب بقوة بدأ الأبناء بالحديث ووسط ما شاهدوه فقال الأول الذي ذهب إلى إحدى الغابات في فصل الشتاء كانت الأشجار في هذا الفصل خالية من الثمار وأيضا خالية من أي مظهر من مظاهر الحياة والريح كانت تهب بها بقوة قال الثاني هذا غير صحيح لقد كانت الغابة مكسوة باللون الأخضر مع مزيج من ألوان الزهور وهذا أجمل منظر رأيته في حياتي ما المقصود يا حنين بمكسوة أحسن أنتم مغطاة مزيج خليط بينما الثاني الذي زار إحدى الغابات أو هذه الغابة في فصل الربيع قال هذا ليس صحيح عندما زرت الغابة كانت مغطاة من لون الأخضر الجميل مع خليط من الزهور وألوانها الجميلة والملفتة للنظر فكان من أروع المناظر التي شاهدتها في حياتي فقال الثالث أنت تبالغ لقد جفت الأعشاب واختفت الأزهار إلا أن الأشجار كانت محملة بالثمار المتنوعة تبالغ يعني تزيد في الأمر جفت يبست ونشفت يبست ونشفت أما الثالث قال أنت تزيد وتبالغ في الأمر عندما ذهبت في الصيف كانت الأعشاب قد يبست ونشفت والأزهار اختفت ولم تظهر إلا أن الأشجار كانت وما زالت عليها الثمار ومحملة بالثمار المختلفة والمتنوعة قال الرابع ما الذي تقوله بل كانت الأشجار باهتة اللون وخالية من الثمار وأوراقها الصفراء تغطي أرض الغابة هنا ظهرت كلمة باهتة وتعني شاحبة أما بينما الرابع والأخير يا رابع الذي ذهب في فصل الخريف قال الأشجار أصبحت شاحبة اللون في هذا الفصل وخالية وجرداء من الثمار وأصبحت لون أوراقها صفراء تتساقط على الأرض فأصبحت الأرض مغطاء بهذه الأوراق الصفراء تسم الأب وقال يا أبنائي كل منكم رأى الغابة في فصل واحد ولم يرها في سائر الفصول فاختلفت آراءكم ولكي نحكم على الأشياء لا بد من رؤيتها في ظروف متعددة وأحوال متباينة ظهرت كلمة سائري والنقصود بها جميع أو باقي الفصول نحكم نقضي ظروف أوقات متباينة مختلفة بعد إن سمع الأب من أبنائه ما شاهدوه تبسم وقال لهم يا أبنائي كل منكم شاهد ورأى هذه الغابة في فصل واحد بعضكم ذهب إليها في فصل الربيع والآخر في الصيف والبعض في الخريف وبعضكم في الشتاء وليس كل منكم شاهدها في باقي الفصول فبالطبع اختلفت آراءكم ولكي نقضي ونحكم على شيء لا بد من رؤيته في أحوال وأوقات مختلفة ومتعددة إذن نتعلم يا أبطال من درسنا اليوم حكمة جميلة ويجب أن نقتدي بها وهي عدم الحكم على الأشياء قبل رؤيتها في جميع ظروفها وأوقاتها المتعددة والمختلفة وإلى هنا يا أبطال قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله يعطيكم العافية يامس